من دون سابق انذار فاجأ محافظ بيروت زياد شبيب جميع من كانوا في سوق السمك في الكارنتينا عندما زاره بهدف اقفاله حتى يعاد تأهيله بناء على تقرير صادر عن المراقبين الصحيين في بلدية بيروت حالة عينتوا معي لسوق السمك تتطلب اغلاقه فورا أو طلب الى المعنيين بإدارته تأهيله وخلافا لما يقوله بائع الأسماك عن أن ما من أحد زارهم وكشف على السوق قبل قرار الإقفال يظهر تقرير المراقبين الصحيين الذين عاينوا السوق في 17 كنون الثاني 2015 أن باحته الخارجية غير مطابقة لشروط النظافة نظرا للتلوث الناتج عن نهر بيروت وشركة البطون القريبة من السوق فضلا عن مطحنة العظام أما في الداخل فيذكر التقرير أن سقف السوق المؤلف من الألواح المعدنية فيه الكثير من الثقوب ما يسمح بدخول الحشرات زجاج بعض النوافذ مكسر ومجرير صرف المياه القريبة من الأسماك المعروضة من دون أغطية على رغم كل ذلك لم يقتنع أهل السوق أنا لا أريد أن يأتي كمحافظ أن يأخذ قرار بالإقفال كل بياء عليه أكثر من 5-6 مليون لا من أن ندفعه للعالم وإلا ديون منه كيف نحصله نحن تسكر السوق لا يوجد أحد يأتي بالسمك لا يوجد أحد يأتي بالسمك وكما جارة العادة في لبنان لا يدفع ثمن أي حركة احتجاجية إلا المواطن قطع بائع الأسماك الأوتوستراد لساعة من الوقت ولم يفتحوه على رغم زحمة السير إلا بعد وصول مدير عام السوق فهل يتراجع المحافظ عن قراره أم أنه سيحظى بالغطاء السياسي الكامل كما حصل مع وزراء حملة سلامة الغذاء